انهارت أجزاء من هذه البناية الواقعة هنا بنهج صالح بوغموزة بالمدينة القديمة بقلب سكيكدا ما تسبب في حالة فزع ورعب كبيرين في أوساط قاطيني هذه العمارة وعددهم 14 عائلة 30 عطناش شاء الليل حتى نسمعنا هذه الزنزال ونحن قاسنا الزنزال نغضي ونوطو نجيري ونلقينا الدروس طاحه البلافو طاح، الداريش طاحت، خرجنا نجيري ومتعايته برا بعد ذلك خرجنا البراجة ولينا عيطنا للدولة جاءت الشرطة عانينا بزاف يومين ما نرقدو ما نشربو ما والو من النضوحنا خايفين تهبط علينا، نقولوا السباح ما نصبحوش دريري صغار كو نطيح عليهم العبد المدريري نصبر وصبر وصبر الصواري تهبطوا وما يقول لكو صبر حتى نهارا نموت يتربص الموت بسكان هاته العمارة وغيرهم من سكان المدينة القديمة بسكيكدا في كل يوم وكل ساعة بينما تواصل السلطات تقديم الوعودة والأخرى سلاح بال باش تجي ترقد انت ومرتك وولادك اهنا وتريسك بهم واشاك فوامنين يجي والسلطات أصبر 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 دركا قالوا اننا صبروا على بلكا قالوا اننا صبروا نصبروا برابور لفات دولافخاز هايزون انتخان دولاففات المير الوالي شيف دايرة بول جوزيف وإحنا يقول لك صبر حتى نقاول كمحل يابط بخو بلا منا نصبر بس احضر مع الحيت قلو يصبر صبر الحيت تتأكل مباني المدينة القديمة بسكيكدا وتنهار الوحدة والأخرى وترتفع قائمة الضحايا من السكان ما بين جرحى وقتل ومشردين على مضار السنوات الأخيرة بينما تعجز السلطات عن إيجاد حل لهذه القنبلة الموقوطة